تحليل الدم بس احنا يعني في معتقدات خاطئة بقى لست جده كان سؤالي التاني اللي هكلم هسأله لحضرتك عرفت من حضرتك وقت ترتيب الحلقة وانا بتكلم مع حضرتك ان في معتقدات كتير شائعة في تفسير الاحلام من ضمنها مثلا ان الدم لو موجود في حلم كلنا عارفين ان الدم لو موجود في حلم يبقى كده الحلم فاسد حضرتك قلت لي لأ بالضبط كده وحنا بنتكلم فعلا وانتي يعني على ايدك استغربتي جدا طب ما نقول طب ما فروحتي انتي كمان قلتي لأنا هسألك في الموضوع ده اه طبعا لان حاجة مهمة يعني فيه ناس بيتفسر الحلم لنفسها اصلا وده برضو انا عايز اكلم حضرتك فيه وانا بعلم الناس اه ده حقيقي انا عايز اكلم بزبط يعني انا اعرف كويس جدا ان الحلم اذا اصيب تفسيره كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤية على رجل طائر وفي رواية اخرى على جناح طائر وفي رواية ثلاثة على رأس طائر ما لم عبرت وقعت يعني ايه طول ما الرؤية مثلا انتي شفتي منام ولسه انتي ما حكتهوش ومش لقي حد يفسرهولك في قاعد سنة واثنين وانتي ما حكتيش هو معلق معلق وانت انتي تحكيه وانبتدي نفسر ونعبر يقع يعني يتحقق يعني يتفسر لا دي معلومة بقى جديدة بالنسبة لي حديث عن رسول من الف وربوين سنة يعني انا بالنسبة لي يقولك لا ما تحكيش حلمك لو خير ان شاء الله ربنا هيجي لو شرب بلاش تقوله عشان ما يتحققش بسيء علشان نحسم الجدال في الامر ده المعبرين الرؤى هما تلات طبقات العالم والمقتهد والانسان اللي هو بالفترة تمام فلما كل ده اعنا 22 سنة ولله الحمد في هذا المجال ما شاء الله فاحنا مرينا طبعا على حاجات كتير مفيش في حلم تلك ما ممرش عليا فالحكاية في ايه اننا بنعلم الناس نفرق يعني انا مثلا ما بعمل ما فيكون فيه ندوة او بدربهم او بعلمهم ببتدي من اول نفرق بين الحلم والرؤية ازاي واضغاس الاحلام والانواع وبفرش لهم بالدنيا يقوم هما ايه يبتدوا يصنافوا